اشتركوا في القناة والموافقات والتصريح والترخيص اللازمة لازم يكون من اهدفها او من الاساسيات عندها انها تقوم بعملية توقمة مع واحدة من الجامعات الدولية المعتمدة طبعا اللي ليها تاريخ معين وما الى ذلك ده بيتحقق بالفعل وده موجود دلوقتي بيحصل كان فيه مؤتمر التقاليد الجامعية في ظل العالم المتغير ده نظمته جامعة سلامينكا في اسبانيا خلال فترة من 16 ل19 سبتمبر خلص مبارح يعني بمناسبة مرور 800 سنة على انشاء الجامعة فالرئيس قد يعني تكليف انه ننوع مصادر الاستفادة من الجامعات الاجنبية في العالم واعادات شركات زي ما قلت لحضراتكم شراكات وتوقمة وانشاء فروع لهذه الجامعات في مصر دكتور عبدالغفار كان ضمن الوفد اللي استقبل الملك فيليب السادس ملك اسبانيا والملكة ليثيا ملكة اسبانيا وهم بيحضروا توقيع الوفيقة والحيانه ملك اسبانيا تكلموا كان فيه ستيتمنتس كده أو تصريحات طلعت واتنشرت حتى هناك في الصحافة يعني تحديداً الاسبانية على التعاون بين مصر واسبانيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ده احنا شغالين فيه جامعات اسبانيا لو تاخدوا بالك وحضراتكم من حوالي كده كم سنة كتير جداً من أولياء الأمور بعدما ولادهم بيخلصوا صنوية عامة هنا فالناس يعني اللي هي مقتدرة مدياً إلى حد ما لما بتيجي تفكر تصفر ولادها برا اسبانيا كانت من الدول اللي هي موجود دقوي فيها إنه كتير من ولادنا يعني نعرف ناس كتير الحياة صفروا من أسبانيا مستوى التعليم هناك محترم جداً يعني الدولة كمان أساساً يعني جميلة لكن بكلم على مستوى التعليم العالي هناك في الجامعات متحضر ومتقدم جداً الدكتور خرد عبد الغفار وهو في المؤتمر يعني يتكلم على رؤية مصر 2030 تطوير التعليم العالي فكرة أنه التطوير التعليم العالي ده لما بنقول عندنا تطوير التعليم العالي في مصر يعني نتكلم على عدة محاور زي إتاحة التعليم المساواة فكرة التنافسية فكرة الجودة العالمية ربط الخرجين بسوق العمل ما بقاش بس بعض أشتغل على الطالب وبعدين أطلعوا من الجامعة يعني يعيش حياتك أنت بقى لا يعني يبقى في مؤتمرات أقدر أجيب بيها الكاليبرز الكويسة أو الناس اللي عندها مؤهلات مثلاً أشغل ناس أساعد في شغل ناس أقدر أكتذب جامعات أجنبية أسماءها كويسة زي ما بنقول وفكرة التوأمة أو أجيب الجامعات دي عشان تعمل فروع لها هنا في مصر عندنا إزاي أقدر أزود أعداد لطلاب الوافدين عشان ده برضو بيدخلي عملة صعبة بيخليني أزق شوية في الاقتصاد يعني دي كلها الحقيقة حاجات مهمة جداً كان دكتور عبدالغفار في المؤتمر ده تكلم عليها وفكرة برضو التعليم العالي مهمة قوي لأنه زي ما إحنا مهتمين بالطالب أو نغير فكر ومفهوم الطالب في المدرسة كمان لما يدخل الجامعة وما بعد مرحلة الجامعة أنا لازم أخذ بالي منه وعرف إزاي يربطوا بسوق العمل بشكل يناسب التطور اللي حصل